اشتركوا في القناة وإذا رأى الهلال أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع نعم الحمد لله يقول وإذا رأى الهلال أهل بلد أهل فاعل رأى الهلال مفعول رأى وفاعله أهل ورأى الهلال أهل بلد لجم الناس كلهم تأكيد للناس الصوم فاعل لجم لجم الصوم الناس كلهم وهذا محل اتفاق إذا رأى الهلال أهل بلد وقول أهل بلد لا يفهم منه أنه لا بد أن يرى جميع أهل البلد لا أم أمة الإسلام في باب العبادات على قلب واحد إذا رأاه واحد رأاه الجميع الله أكبر يعني واحد يرى الهلال يلجم برؤيته الناس كلهم لماذا لأنه ناب عنهم في هذه العبادة ولأن هذا خبر ديني أناس في مكان أنت جئت إلى مكان ما تعرف القبلة نزلت مثلا في مكان ولا تعرف القبلة وليس عندك مسجد مثلا ترى المحارب فرأيت رجل أو إنسان من أهل هذا المكان أين القبلة؟ قال القبلة هكذا وأنتم جمعك كثيرة تأخذون بخبره؟ تأخذون بخبره لماذا؟ لأن خبره بمنزلة الرواية بمنزلة الرواية ما تقول من يشهد معك؟ نريد شاهدين لا هذا ليس من باب الحقوق شهادات الأموال لا هذا من باب العبادة ولأنه أمر يلجم هو هو يصلي إليها فهو يشهد لنفسه ويشهد لغيره لا يشهد شهادة خاصة فهي بمعنى الخبر خبر ديني كما لو روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام حين يخبرك إنسان بحكم تقول له ما الدليل؟ يولد لك الدليل ما تقول له؟ من يشهد معك بهذا؟ فإذا أثبت جاء لك بخبر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى فكما يقبل خبره إذا كان ثقة في باب الرواية يقبل خبره في باب إثبات الهلال ولهذا يقبل فيه الرجل والمرأة والحر والمملوك يقبل فيه لأنه خبر ديني لازم الناس كلهم الصوم بخبري واحد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ابن عباس في قصة الأعرابي وأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وآمر الناس أن يصوموا صلوات الله وسلامه عليه لأنه ثبت ذلك من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع يا أيها الذين كتب عليكم الصيام وكما كتب عليكم من قبلكم لعلكم تتقون نعم قال رحم الله ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته نعم ومن رأى الهلال إنسان رأى الهلال وتحققه فجاء وشهد برؤية الهلال شهد عند القاضي القاضي ما علم عدالتها مثلا ما تحقق أو سأله واستفسر فلم توصل شهادته إثبات الهلال عند القاضي هو يتحقق ويقطع أنه رأاه لكن ما دام أن شهادته ردت يقول لزمه الصوم هل يجم الناس الصوم الناس يجم الناس الصوم شهادته ردت شهادته ردت ردت شهاده إذا ردت شهادته في هذه الحال لا يجم الناس ما قبلت شهادته فليست موصلة لكن هو يتحقق أنه رأاه يتحقق أنه رأاه في هذه الحال لا يحكم بها لأنها ليست موصلة أنت قاضي مثلا أجاءك خصمان يتخاصمان إليك قال أحدهما أنا أطلب فلان ألف ريال أسلفته وحل الأجل فلم يقضني سأل القاضي قال لا لا يطلبونه شيء أل عنده بيّنة؟ قال عندك بيّنة؟ قال ما عندي بيّنة لكن أنا أعطيته ووثقت به فلم أطلب شهادة القاضي يعلم صدق المدعي يعلم صدقه ويعلم أن المنكر كاذب هل يحكم القاضي بها؟ يحكم إلا ما يحكم يحكم بعلمه؟ ما يحكم بعلمه ما يحكم لكن لا يحكم له بهذا بل يعني ينظر في الأمر يقلبه لعلّه يقر لعلّه يعترف لعلّه يمكن فالقاضي في هذه الحالة يعني عليها أن ينظر إلى القرائن وينظر إلى الدلائل في هذا الباب لعلكم تعرفون قصة إياش بن معاوية القاضي المشهور بالذكى وهو من التابعين ثقة رحمه الله يعني يذكرون عن عجائب جاءه رجلان اختصم في مال هذا رجل يقول أنا أو دعت هذا مالا الناس قديما كانوا إذا كانوا عندهم مال ما هناك منوك إما يدعى عند إنسان أو يضعها في مكان يخفيها مثلا في الأرض نحو ذلك إذا خشع عليه من السرقة مثلا فهو يقول أنا وضعت هذا المال أمدعت فلان القاضي سأله قال لم يودعني شيء ولا أعرفه ولا أعرفه قال قاضي إياش له أين أمدعته أين أعطيته قال أعطيته إياه عند الشجرة في آخر البلد قال إياش رحمه الله نعم لعلك نسيت يقوله لي من يقول أني أعطيته لأنك وضعته تحت الشجرة ومر بك هذا الرجل وظننت أنك أعطيته إياه لأنك نسيت قال لا قال لا لا اذهب إلى تلك الشجرة هل تعرفها إيه فقال اذهب إلى تلك الشجرة لعلك تذكر وأجلس الخصم عنده الثاني ذهب فالتفت القاضي إياس إلى الخصوم جعل يسألهم عنده وترك هذا هذا جعل يفكر لأنه يعرف الشجرة هذا الخصم يعرف الشجرة وصل ما وصل ما يفكر فيها تغافله القاضي إياس قال له هل وصل الشجرة قال لا هي بعيد قال أخرج المال يا كاذب فعند ذلك جاء الخصم وقال ما لك قد ثبت اعترف لماذا أخذه في حال غفلته ف ولهذا يقولون لابد أن يكون القاضي لديه فطنة وإلا ضاعة الحقوق وقد تكون القراء والدلال الحيانا أعظم وأشد من بعض البينات لأن البينات ما هي ليست الشاهدان ليست الشاهدين يعني هم البينات وحدهم لا البينات يقول العلماء هي ما يبين الحق هي ما يبين الحق ويوضح هذه هي البينات وهذا يقع لكثير من القضاءات في كلم الحقوق يستخدمونها مع الخصوم إذا كان الخصم مثلا يدرك القاضي أنه مبطل لا يبادل لا يقول هل عندك ما عندك بينا كثير من الناس ربما أحيانا ربما يستحي مع أن الواجب كما قال سبحانه يا أيها الذين إذا تدينتم بلين يا أجري مسمى فاكتبوه لأن هذا من حفظ الحقوق ولأنه الله سبحانه وتعالى يعلم حقية النفوس والنفوس يحصل فيها ما يحصل يكون خصام ونزاع درعا للخصام ودرعا للنزاع يكون الكتابة يكون التقيد ليس لأنك لا تثق به لا ولهذا قالوا يتتأكد الشهادة فلذا القاضي ما يحكم بعلمه فالقاضي قد يرد الخصم مثلا قد يرد الخصم قد يرد الشاهد لسبب من الأسباب وأنه يعني لم توصل شهادته القاضي ياسي يعني بمناسبة ذكره قيل له هل تذكر يوم ولادتك يعني لما سقط من بطن أمه قيل له هذا ما قال قال نعم أذكر أني خرجت من ظلمة إلى نور ثم خرجت ثم إلى ظلمة من نور إلى ظلمة من ظلمة إلى نور ثم إلى ظلمة فسألوا أمه قالت نعم لما ولدته كان الوقت برد شديد برد وليس عندي ما أضعه عليه فأطبقت القدر عليه أطبقت القدر عليه وهذه يعني من العجائب والغرائب يعني قد تصح له ولأمثاله من نواد الأذكياء الدنيا فيقول رحمه الله إذا ردت شهادته يلزم من رأاه الصوم هذا عند جمهور العلماء أنت إذا رأيت الهلال يلزمك الصوم يقول كيف أصوم كيف أفطر وأنا رأيت الهلال هذا قول جمهور العلماء ذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه لا يصوم ولو رأى الهلال لا يصوم لماذا؟ قال لأن الهلال من الاستهلال الاستهلال هو على صيغة فعال وهو ما يستهل به مثل البلال ما يبتل به ومثل الخلال ما يتخلل به والجلال ما يتجلل به ما يتجلل به فمادة الفعال هي للشيء الذي يفعل بهذا الشيء فالهلال ما يستهل به وليس الهلال الذي في السماء يعني لو أنه مثلا لم يرى يقول رأيت الهلال ولم يشتهر فلا يكون هلالا لأنه لم يستهل به والمعنى الهلال أنه يصاح به ويشتهر عند الناس ويظهر عند الناس فيكون من الشيء المستهل به ومنه استهلال الصبي وهو صياحه وظهوره فالمعنى ظهور الهلال واشتهار الهلال وإذا رأاه واحد ولم يره غيره والناس لا يعرفون هذا الهلال ولا يشتهر عنده ما يكون هلال حتى يستهل به فاختار أنه لا يصوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصوم يوم يصوم الناس الناس ما صاموا ويؤيده لو أخطأ الناس في الوقوف بعرفة ووقفوا في اليوم العاشر أخطأوا في الرؤية في أوله وفي الحقيقة اليوم التاسع قبل هذا يوم فهم وقفوا في اليوم العاشر لأنه وقع خطأ في الرؤية لكن هكذا وقع ثم وقف الناس في العاشر فيكون يوم العاشر الذي هو في الظاهر تاسع وفي الباطن عاشر هو يوم عرفة وغدا هو يوم النحر ووقوفهم صحيح بإجماع ولا يقال إن الحج غير صحيح بخلاف ما لو وقفوا في اليوم الثامن مثلا في اليوم الثامن أجمع الناس على ذلك وصالوا وقفوا في اليوم الثامن ثم تبين أنه في اليوم التاسع هذا أيضا حكية على قول جماهي العلماء أن الوقوف صحيح ولا يحتاجون أن يعيدوا الوقوف في اليوم التاسع هناك قول لبعضها العلم يقول يقفون من التاسع لكن قول جماهي العلم أنهم لا يقفون في اليوم الذي هو في الباطن التاسع لكن في الظاهر التاسع هو اليوم الذي يوقف هو الثامن فيكون الثامن الذي هو في الباطن تاسع يكون هو يوم عرفة وغدا الذي هو في الباطن تاسع يكونه يوم النحر لكن من قال يعيدون الوقوف قال إنه يمكنهم استدراكه يمكنهم استدراكه بأن يقف غدا لكن مثل ما قال فعرفة اليوم الذي يقه الناس فيه عرفة والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس نعم قال رحمه الله فإن أفطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفارة لأنه أفطر يوما من رمضان بجماع تام فلازمته كفارة كما لو قبلت شهادته نعم هذا على القول بأنه يلجمه الصوم يكون هذا حكمه وعلى القول الثاني يكون صيامه يوم يصوم الناس وفطره يوم يفطر الناس نعم قال رحمه الله ولا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين لحديث عبد الرحمن بن زيد ولأنها شهادة على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور نعم لا يجوز الفطر إلا بشهادة عدلين هذا قول جماهير العلماء يقولون الفطر رؤية هلال شوال لا بد أن يكون برؤية عدلين ذهب بعضها العلم وهو قول أبي ثور رحمه الله اختاره جمع من المتأخرين إلى أن هلال الفطر وهلال هلال الفطر مثل هلال الصوت لأنه هو في الحقيقة الشهادة على عبادة شهادة على عبادة لكن هذا هو قول جماهير العلماء وأنه لا بد من شاهدين لحديث عبد الرحمن بن زيد ولأنه قال فإن شهد شاهدان فاصوموا وافطروا فورد في الفطر بذكر الشاهدين أما الصوم فيحتاط له ولهذا يصام بشهادة واحد لأنه ورد في ذلك حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام منها حديث ابن عمر وحديث صحيح نعم قال رحمه الله ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك ولا يفطر إذا رآه وحده لما روي أن رجلين قدم المدينة وقد رآي الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتى يا عمر فذكر ذلك له فقال لأحدهما أصائم أنت قال بل مفطر قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال وقال الآخر أنا صائم قال ما حملك على هذا قال لم أكن لأفطر والناس صيام فقال للذي أفطر لو لا مكان هذا لأوجعت رأسك ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله نعم الشهادة على إثبات هلا شوال عند الجمهور لا يقبلوا فيها إلا رجلان أجروها مجرى سائر الشهادات واستثنوا رمضان لما تقدم وأيضا كما ذكر رحمه الله أنه إذا رآه وحده لا يفتر كما أنه إذا رآه وحده في أول الشهر يسوم إذا رآه وحده في آخر الشهر لا يفتر يعني عملوا بالاحتياط في الأمرين فإذا رآه وحده في أول الشهر يسوم إذا رآه وحده في آخر الشهر لا يفتر استدلوا ذكر رحمه الله ما جاء عمر رضي الله عنه أن رجلين جاء إلى عمر رضي الله عنه ف وقد رأى يا الهلال وقد أصبح الناس صياما فأتى يا عمر لذلك فذكر ذلك لعمر فقال لأحدهما أصائم أنت قال بل مفطر قال بل مفطر فالذي أفطر قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال والذي صاب قال لم أكن لأفطر وقد رأيت الناس صيام عمر رضي الله عنه قال لولا مكان هذا مكان مبتدى وخبرها يعني لولا مكانه موجود وخبره محذوف وجوبا لأن وبعد لولا غالبا حذف الخبر وبعد وفي نص يمين ذا استقر فلهذا قال ولولا مكان هذا ولولا وجود هذا لو جعتك ضربا أو لو جعت رأسك وهذا يعني كأنه أفقه منه وأعلم منه فيقول الناس صيام فإذا كان الناس صياما فلذا أصوم معهم هذا يشهد لما تقدم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس وهذا الأثر رواه كما ذكرنا سعيد سعيده مراد بالسعيد بمنصور بشعبة الخرساني أحد أئمة الحديث كبار متوفى سنة 27 و200 رحمه الله والحديث رواه أيضا رواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه مصنفه ولهذا قالوا إنه إذا رأى إنسان هلال شوال فردت شهادته راه إلى شوال وحده لا تقبل عند الجمهور لا تقبل عند الجمهور فلو رأى إنسان هلال شوال هل يفطر الجمهور قالوا لا يفطر يصوم لأن الناس صيام ناس صيام وهذا أظهر وعلى هذا نقول إنه يصوم في أوله إذا ردت شهادته ولا يفطر في آخره إذا لم يشهد معه أحد لأن الناس صيام والصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس نعم قال رحمه الله وإذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين ثم أفطروا حديث حسن نعم يقول رحمه الله فإذا صام الناس بشهادة اثنين ثلاثين يوما أفطروا فلم يروح إلا أفطروا هو رحمه الله يمهد في هذه المسألة إلى أنه مثلا إذا رأى الهلال اثنان معلوم أن رمضان يثبت شهادة واحد فإذا رأاه اثنان ومن آخر الشهر لم يرى الهلال أفطر الناس صاموا ثلاثين يوما أفطروا لكنهم ما رأوا الهلال في هذه الحال يفطرون لأنه رأاه اثنان واكتمل النصاب واكتمل النصاب لكن الصحيح أنه سواء رأاه اثنان أو رأاه واحد هذا هو الصحيح سوف يشير إليه هو إن شاء الله في كلامي رحمه الله فالمسألة سواء رأاه اثنان أو رأاه واحد هم يقولون إذا رأاه واحد في خلاف روايتان رأاه واحد فلم يرى الهلال فصمنا ثلاثين يوما هل نفطر الرواية أننا نصوم واحد وثلاثين يوم لا نفطر قالوا لأنه رأاه واحد فلم يعني نكن على ثبت كما لو كان رأاه اثنان لكن يرد هذا بأنه ثبت برؤية شرعية ثبتت بالنصع النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية اثنين في رؤية واحد وأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وأمر الناس بالصيام نعم قال رحم الله وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال لم يفطروا لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم فيجب الصوم في آخره احتياطا هذا مبنية على مسألة الصوم بالغيم مبنية على مسألة الصوم بالغيم والصحيح أن لا يصام بمجرد الغيم وأن ليلة الشك سواء كان في قترة أو غبار فإنه لا يصام في ليلة شك وتقدم معنا حديث عمار بن ياسر أما هذا فقد عصى أبا القاسم من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم قال رحمه الله وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجها أحدهما لا يفطرون لقوله عليه الصلاة والسلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال نعم هذا كتقدم شهادة إليه أنهم قال إذا صاموا بشهادة واحد هل يفطرون الصواب أنهم يفطرون لكن هذه رواية في المذهب أنهم لا يفطرون لأنه استند إلى شهادة واحد كما لو شهد بهلال شوال وهذا قياس لا يصح لأن قياس هلال شوال على رمضان قياس مع الفارق وذلك أن رمضان أثبت النبي عليه الصلاة والسلام صحة الصوم بل وجوب الصوم بشهادة واحد أما هلال شوال فلابد من إثنين وجاء في هذا الحديث المتقدم فهي شهد إثنان فصوم النساء النساء أصلا ويثبت بها الولادة ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولادة وهذا والصواب أنهم يفطرون لو رأى الهلال واحد هي الرمضان ثم لم نرى الهلال لكن أكملنا رمضان ثلاثين يوما نفطر نفطر ولهذا يقول رحمه الله لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال عدة تبعا نكمل العدة تبع لثبوت الشهق وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا بدليل النسب لا يثبت بشهادة النساء لكن يثبت يثبت بشهادة النساء بالولادة تقول القابلة هذا ولد فلانه هذا ولد فلانه فإذا ولدت فلانه ثبت النسب لفلان بشهادتها بالولادة فثبت النسب تبعا بشهادة قابلة التي أثبتت أن هذا الولد من دكة أنثى لفلانة وبناء على ذلك أثبات الولادة يثبت النسب على وجه التبع للولادة كما تقدم والله أعلم وصلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته عن نبينا محمد